بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي ارضى عني وارضى عني إمامي السر الذي أعطاه صاحب الزمان سلام الله عليه لهذا المرجع كي يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه حالا ما هو هذا السر ما هي هذه الكلمات التي تقول للشيك فيكون يقول آية الله المعظم الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي طاب ثراه نقل عن أحد المراجع العظام أنه قال عرضت لي مشكلة فتوسلت بإمام العصر الإمام الحج بن الحسن العسكري عليه السلام إلى الله تعالى في حلها وكنت أذهب في ذلك إلى مسجد جمكران المعروف في قم المقدسة مضت على ذلك مدة من الزمان ولم أرى أثرا من الإجابة فانكسر قلبي ذات مرة وأنا في الصلاة المستحبة التي تصلى في مسجد جمكران أخذت أخاطب سيدي ومولاي الإمام الحج عليه السلام وأقول سيدي ومولاي لقد توسلت بك إلى الله تعالى في حل مشكلتي وقضاء حاجتي فلم أرى أثرا للإجابة فهل يسوغ لي أن أتوسل بغيرك وأنت إمامي ومن له حق الطاعة علي في عنقي ثم قلت إني لا أسمح لنفسي أبدا أن أتوسل إلا إلى الله عز وجل وكذلك بك يبنى رسول الله ثم قلت في نفسي لأخاطب صاحب الزمان وأقول له هل يمكنني أن أتوسل بأب الفضل عباس عليه السلام ثم قال وهنا غلبني الحزن والبكاء وانكسار القلب والخاطر وبينما أنا كذلك إذ سمعت رجل نوراني يقف بقربي ويقول لا بأس عليك بالتوسل إلى الله تعالى بعمنا أب الفضل العباس عليه السلام ونحن ندلك على ما تقوله عند التوسل به إلى الله تعالى فإذا كانت لك حاجة فتوسل به إلى الله تعالى بهذه العبارة وقل يا أبا الغوث أغثني وعلماؤنا الأعلام يقرؤون هذه العبارة مية وثلاثة وثلاثين مرة يا أبا الغوث أغثني ويقصدون بذلك أبو الفضل عباس سلام الله عليه فجرب ولا تشك هذه من الأسرار التي أعطاها صاحب الزمان سلام الله عليه لهذا العالم على كل الأحوال فيقول بمجرد أن قلت يا أبا الغوث أغثني مية ثلاثة وثلاثين مرة وإذا بحاجتي فورا تحل وتقضى بمجرد أن خرجت من مسجد جمكران اتصلوا علي بقضاء حاجتي برنامج صباحات ولا أيام محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر